إشكالية جهنم هي أحد صور إشكالية الشر المنطقية ومن الممكن صياغتها كالآتي 1- كائن كامل الكمال من غير الممكن أن يودع البشر لجهنم بدون وجود سبب كافي أخلاقيا 2- من غير الممكن وجود سبب كافي أخلاقيا عند كائن كامل الكمال الله في الحالة دي ليودع أي شخص لجهنم 3- وبالتالي لا يمكن لله أن يودع أي شخص لجهنم الحجة ببساطة بتخلص لأن لو في وجود لكائن كامل الكمال بالضرورة كامل المحبة لن يوجد أحد معزم وبالتالي الأنظمة اللاهوتية التقليدية اللي بتصر على وجود كل من العصاه أو المعزبين في الآخرة وكمال محبة الله بتعد أنظمة غير متصقة ولابد من مراجعتها أي أن اللاهوتيين لا بد أن يتخلوا إما عن فكرة العذاب للعصاف الآخرة أو فكرة الله كامل المحبة في ضوء الجدلية دي المؤمن قدامه خيار من اتنين إما أن يعتنق رؤية شمولية لجهنم اللي بتشوف أن كل البشر مصرها النهائي الجنة بالضرورة أو أنهم يرفضوا صحة الجدلية لكن الجدلية متصقة منطقية إذن لا بد من إنكار أحد فرضياتها الفرضية الأولى يبدو أنها متصقة مع طبيعة وخواص الله أننا نقول أن الله كامل الكمال أخلاقيا بالضرورة دا يتبعه أنه لن يريد ولن يسمح بوقوع العذاب أو المعاناة إلا إذا كان في سبب كافي أخلاقيا لها أن تحدث كمال قدرة ومعرفة الله بتوحي أن الله عنده المعرفة والمقدرة للتأكد من عدم وقوع عقاب غير مستحق أخلاقيا على عباده خصوصا نوع قاسي من العذاب والمعاناة زي عذاب جهنم الفرضية الثانية محل جدل أكبر على الأقل فيه اعتراضين على الفرضية الثانية الأول بالنظر لقدرات عقلنا البشري المحدودة من غير الممكن التأكد من صحة الفرضية مش من الجائز أن يكون فيه سبب كافي أخلاقيا عند الله لإقاع العذاب والعقاب على العصاء قد يكون خير أعظم عقلنا غير قدرة في الوقت الحالي على إدراكه ومن غير الممكن لله تحقيق هذا الخير الأعظم بدون تعذيب الأنفس البشرية العاصية دي على سبيل المثال الفيلسوف الألماني جوتفريد لايبنتز في آخر أعماله الفلسفية اعترافات فيلسوف اللي كتبه سنة 1672 اقترح أن أحد صور الخير الأعظم ده قد يكون تحقيق الكمال في الكون من الجائز أن الله بيعذب بعض الأنفس العاصية لأن قد يكون منع تعذبهم حيؤدي لكون على صورة أقل كمالا بصورة أخرى لايبنتز بيفترض أن تعذيب العصاء في اليوم الآخر مطلوب لإيجاد أفضل العوالم الممكنة بالرغم من أن الرؤية دي قد تكون جزابة لكتير من أصحاب الرؤى الأخلاقية النفعية ارجع لحلقة أخلاق المنفعة لكن بالنسبة لأصحاب الرؤى الأخلاقية القانتية ارجع لحلقات أخلاق الواجب ستكون فكرة مرفوضة لأن الكائن اللي بيسعى لتحقيق كمال الكون أو أي نوع آخر من الخير الغير المدرك على حساب تعذيب أو إبادة الأنفس البشرية بيعتبر كائن غير كامل بالمرة لكنه بيستغل أنفس العصاء كوسيلة للوصول لنهاية كونية الاعتراض التاني على الفردية من أصحاب الفلسفة الغير شمولية اللي بيدعوا أن الفردية خاطئة لأننا على علم بسبب كافي أخلاقيا عند الله لإقاع عذاب الآخرة على العصاء وبيقدمو لنا سببين الأول اللي بيعد الأشهر تاريخيا هو العدالة لأن لو الله فشل في لعنة الأشرار والعصاء لأصبح غير عادل ومتآمر مع العصاء والأشرار وبالتالي يصبح غير كامل أخلاقية أما السبب التاني اللي أصبح أكثر شهرة في القرون الأخيرة هو الحرية بريضم لأن لو الله فرض الخلاص على كل البشر إذن الله بينتزع حرية إرادة البشر من رفض الله نفسه وبالتالي قيمة قبولهم لله تتقلص جدا لأنها أصبحت دون رغبة أو خيار حقيقي ترجمة نانسي قنقر